الخبر الأول الذي عدنا عن وسام تيكت ووصول حسابه بالإنستجرام لـ 800 ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال مليون يا رب وطبعا لا تنسون يا حبايب أن تباركوا له بالكومنتات على هذا الإنجاز الخبر الثاني الذي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر العدد هو طارق الباشا وكشفه الحقيقة نارني بيوتويا نورستر وإدهاما بأنه هي حرامية فأكشف هذا الحق بالكامل وما يعرفين اللي صاير يا حبايب رحطكم ربط المقطع بالوصف بالإنستجرام شيلة إستوريات كانت تاني من خلالها وإنه رح تنزل أول مقطع لها باليوتيوب رح يكون فيديو أسئلة وطبعا إن شاء الله ألف مبروك على افتتاح القناة والله يوفقها يا رب بحطكم هذه الإستوريات شوفوه رح رد على كل الأسئلة بس بفيديو على يوتيوب اليوم رح رح سمر الأول فيديو للي على يوتيوب قلز كتير متحمسة وكتير مبسوطة فأول ما يجوز الفيديو أكيد رح خبركم عنه ورح عادن عنه هون على إنستجرام الخبر الثالث اللي عادنا عنته هجوم متابعين القمر مار على النور مار وما ليسا عن السبب مثل ما تعرفون القمر مار حاليا ما قادة تفعل بالسوشال ميديا وبردوه أن ترجع حسابها للإنستجرام إليه وتتفاعل بيه النور مار رزي هذا مقطع لقناة تابليتي وفيني يكون الكومنتات اللي جتي صانت به هاشتاغ رجع حساب قومو حسابها للإنستجرام إليه وطبع من نفس الوقت متابعين نور مار حول أن يمسحون هذي التعليق والكومنتات ما لتوم الثانية وطبع الحمد مار رد على هذا الموضوف ومحامد مار رزي على سبب الإنستجرام شوية تستوريات شكت به مرحبا يا جماعة بارف أنه صارنا فترة ما عم نتفاعل وبعدها فانزاتنا بسبب الضغوط اللي علينا بس رجعنا بقوة اليوم في فيديو نور رح نعمل شغلة بسيطة أنه نعمل هاشتاغ فان جلادنا ملكنا بارف جلادين انتو قدهم فلذي كومنتات القصمة نص هيتش ونص هيتش فاكتبنا يا حبابي بالكومنتات شاركوا في هذا الخبر واشتركوا بالأخبار اللي قاعدت تصير بفريق نورمار والحروب اللي قاعدت تصير بداخله واللي استحقون التهجم ترضى لو لا الخبر الرابي اللي عدنا عدته هجم متابعين ناري البيوتي على أحمد حسن وزينب وبيسانت مع عيل وانس الشايب فانس نزعي حسبه بالإنستجرام هذا البوست اللي كان به هذه الصورة وفاكتبنا يا حبابي بالكومنتات هل يستعقون هذا التهجم اللي تعرضو له او لا الخبر الخامس اللي عدى عن ابو وليد وعصومي رتم على إشاعات وفاته تذلوا على حساباتهم بالإنستجرام شوية استوريات تنضي يضحون بها المتابعين انه الحمد لله حاليا قادت حسن وصرت احسن وبالنفس الوقت قاعدين ردون على إشاعات وفاته راتقم هذه الاستوريات شوفوها فرجاء يا جماعة اي حدا بينشور إشاعات ما ترد ولا على اي شخص الاخبار صحيحة بتاخدوها مني انا وليد وحسابات قناة طيور الجنة وحسابات نجوم قناة طيور الجنة فقط لا غير يعني هاي هي المعلومات الصحيحة ما تاخدوها من اي مصدر اخر رجاء يعطيكم عافية زي ما قلت لكم بابا ان شاء الله ما في العافية بس ادعوله وما نوقف دعاء وباذن الله ان شاء الله بيطلع منها بالسلامة فطبع لا تنسوني حبايب ان تدعولي بالكومنتات انو الله يشفي يا ربي رجعنا بسرعة وقت وبس اولا انها وصحة المقطع ثم المقطع جابكم حبايب مقطع طرق الباشا بالوصف الكل يروح في جر المقطع وبس جانا لكم فيزي مقاتمة منك القصص مع السلامة ترجمة نانسي قنقر